ممكن لتحيات الصباحية لكم مستمعاتنا ومستمعين ومباشرة ينضم لي الآن عبر الخط الهاتف الأستاذ فتحي ناطور رئيس التنفيذ للإتحاد الدولي للإعلام الإلكتروني وإذن سفير النوايا الحسنة وأستاذ فتحي صباح الخير أهلا وسهلا فيك صباح الخير أستاذ ناسدين وصباح الخير لكل مستمعي مستمعيكم في فلسطين وفي العالم أجمع شكرا جزيلا إذن أستاذ فتحي مهرجان امنح بسمة لأتراث الفلسطيني الثقافي والشعبي نظم وأسس من قبل خمس فتيات فلسطينيات بغرض رسم البسمة على وجوه أطفال فلسطين طبعا حذرتك كنت من حضور هذا المهرجان الذي نظم بداية الأسبوع في السويد هلأ أطلعتنا على التفاصيل وفي أي سياق يأتي هذا المهرجان؟ في الحقيقة تواجهت لنا الطالب سالي أبو سمرة ضمن منصبنا الجديد أنه بدعوة شرف أنه إذا في مجال أن نشارك تواجهنا إلى السويد لنقدم الدعم المعنوي والإعلامي وندعم هذه الفكرة من خلال منصبنا في سفيرة للنواع الحسنة حتى نتبني هذا المشروع ليكون مشروع في كل تقريبا في كل المقاطق الفلسطينية إن شاء الله خلال زيارتنا القادمة لفلسطين سوف تطرح بشكل رسمي الفكرة من هذه الطالبات سنويا يتم الإعداد لمهرجان سنوي من أجل تقديم التبرعات وأحياء المناسبات الوطنية في السويد الطالب السالي لديها مشروع تخرج في السنوية العامة والطلاب في السويد الطالب عندما ينهي دراسته يجب أن يقدم مشروع وهذا مشروع التخرج هو تأسيس فكرة هي بدرة أن تؤسس مهرجان للتراث الفلسطيني هذا المهرجان كان له هدف سامي هو جمع تبرعات لأطفال فلسطين أطفال فلسطين خصصة للمرضى السكري في غزة الذي بلغ عددهم أكثر من ألف طفل وأيضا للتخفيف من حدة التوتر والعنف لدى الأطفال في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لذلك غادرت هذه العائلة الفلسطينية التي غادرت قطاع غزة في الحرب الأولى عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحثا عن السلام والأمان وهناك مارسوا حياتهم الطبيعية وتفوقوا في دراستهم منحوا الجنسية السويدية هذه الأطفال الخمسة واليوم عمرهم من 18 إلى 23 سنين الفكرة رائعة جدا لا تتخيل كم كان البسمة لدى العائلات الفلسطينية في السويد والأطفال السويديين والجمهور السويدي والعربي الذي تواجد هناك والذي زين أيضا بالكلور الفلسطيني من أشغال يدوي للنساء والأكلات الفلسطينية والغناء الفلسطيني الذي تقدم به ابن أخته للمطرب الفلسطيني أبو عرب وأيضا في هذا المهرجان كان هو رسالة محبي وسلام للشعب السويدي والحكوم السويدي والمنظمات الشعبية التي تدعم نضالات الشعب الفلسطيني في السويد جميل جدا أقول لك أن هذه المبادرة هي مبادرة خلاقة جدا واسمها امنح بسمة وتخيل أن في هذه الحفلة أيضا تم إطلاق وتأسيس ورعينا هذا التأسيس هي جمعية اسمها خمس فتيات فلسطينيات من أجل السلام العالمي والطفولة بالفعل هي من المبادرات المشرفة والتي نفخر بها فلسطينيا للعائلات والأسر الفلسطينية والجاليات الفلسطينية في المهجر وربما كانت هذه واحدة من المبادرات للجاليات الفلسطينية أو للجالية الفلسطينية المقيمة في السويد وهي هذه العائلة الفلسطينية التي قامت هذا المهرجان وأسست هذه الجمعية أستاذ فتحي بالتالي هذه الجمعية التي حضرتك الآن تحدثت عنها وهي خمس فتيات من أجل تحقيق السلام العالمي وحماية الطفولة ورعايتها وما إلى ذلك ما الذي تحتاجه بالفعل حتى تستمر وحتى تؤتي نتاجها سواء فلسطينيا وحتى حيثما هي موجودة في السويد لابد أن نعترف أن نسجل أن الفلسطينيون في الخارج مختلفون جدا عن الفلسطينيين في الداخل في الخارج يعيشون روح الانتماء والعمل والتضحية والتقديم كل ما يلزم دون مقابل يعيشون الحياة الفلسطينية لا ينظرون إلى الانكسام لا ينظرون إلى التناقضات الموجودة إلى الأموم اليومية التي يعيشها المواطنة الفلسطينية على الأرض من احتلال وتصعيد وعدم رواب وعدم استقرار وضعف في الخارج متوفر لهم كل شيء متوفر لهم الأمان والاستقرار إذن لديهم أن يبدعوا والإبداع متوجه البوصلة متوجهة إلى ماذا إلى فلسطين الأرض والحضارة والإنسانية لذلك هذه المبادرة بحاجة إلى الدعم أولا الدعم من السلطات الفلسطينية من الدولة الفلسطينية ولابد أن أسجل وهذه رسالة أيضا لازم أن أوصلها السفارة الفلسطينية في السويد للأسف الشديد لم تحضر ولم تقدم الدعم لهذه العائلة ولهذه المبادرة الطيبة نظرا لظروف أنه لا يوجد دعم لا يوجد رواتب تخيلي لا يوجد رواتب ما دخل الرواتب في هذا الموضوع نحن بحاجة إلى عادة الإنتراء بحاجة أن نسلط أنه من يريد أن يعمل ليس بحاجة بشيء لجب أن يبدأ وأن يبادر مثل بادرت خمس أطفال بادروا نعم وهذا ربما هذا يريدون فقط الدعم الدعم المعنى هو فقط ما بدنهم فلوس صحيح صحيح بالفعل أستاذ فتحي وهذا هو سؤال الأخير حضرتك تشغل منصب سفيرة نوايا الحسن وربما هذا منصب هام وحساس كونك فلسطينيا وهنا تمثل فلسطين في هذا الموضوع نحن نعرف أن الكثير من الصور النمطية التي ألسقت بينك فلسطينيين كأشخاص محبين للحروب والانتفاضات والاعتداءات وما إلى ذلك وربما هذا يزيد من عباء المنصب الذي تشغل حضرتك الآن يعني من خلال هذه التجربة المبادرة الفلسطينية وهنا نتحدث عن مبادرات فردية مقارنة بالمسئولية الرسمية التي حضرتك ربما تمثلها كيف يمكن أن نتحدث عن هذا الموضوع سريع من فضلك أنا أقول أن على كل من لديه الفكرة والمبادرة اللي ينتظر من أحد أن يساعده علينا الاهتمام بالشباب الشباب هذول هم الوقود تبعنا اللي فيهم الطاقة فيهم الاندفاع فيهم الطبحي يجب أن نستثمر فيهم نعطيهم الفرصة شعرنا اليوم امنحونا الفرصة امنحوا الشباب الخرجين الجالسين لديهم طاقات هائلة لتغيير الصورة النمطية أننا شعب لا يعرف ماذا يريد لا شعبنا الفلسطيني يعرف ماذا يريد ويريد أن يعمل ولكن على القيادة الفلسطينية وعلى المؤسسات الفلسطينية أن تخرج من الثوب الثوب التقليدي اللي هو لا يوجد إمكانيات لا لدينا إمكانيات إمكانيات هائلة نقدم الشهداء ونقدم الجرح ونقدم الأسرة ونقدم يوميا كل التضحيات ولكن علينا توجيه البوصة فقط إلى فلسطين فلسطين الأرض والإنسان والكرامة والحرية وأن نخرج من المثاليات والمتناقضات التي الجميع يتحدث عن ماذا عن الإنقسام والإنقسام والإنقسام موجود كيف يمكن أن ينتهي الإنقسام بالوحدة وبتوجيه البوصلة إلى دعم كل ما هو خير في شعبنا الفلسطيني المعطاء الجاهز والصامد لتقديم كل شيء دون قابل بالفعل بالفعل وأشكر بدوري أشكرك أستاذ فتحي أن أطول رئيس تنفيذ للإتحاد الدولي للإعلام الإلكتروني وأيضا سفير نوايا الحسن أشكرك على تواصلك وأشكرك على هذه المدخلة القيمة جدا شكرا جزيلا أستاذ فتحي وأنا أشكركم جزيلا أنتم الإذاعة المتعلقة أيضا بكادرها وبعطائها وبإهتمامها بكل إضاءة فلسطينية مهما كانت صغيرة أو كبيرة وفي أي موقع لكم منا كل التحية والتقدير وإن شاء الله نلقاكم قريبا في فلسطين إن شاء الله شكرا جزيلا إلى اللقاء أستاذ فتحي